اشتركوا في القناة القمر ما استقرت بالكامل في برج الاسد فاليوم رح يكون اغلب اليوم في منزلة الزبرة وهي للربح والحرية والصلاح والاصلاح وتأثير القمر لما بيكون بالاسد حكينا انه بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة اكثر كرم مما اعتدنا عليه من الناحية المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفي مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس انيقة بتلفت انتباه الاخرين النا اما بالنسبة للزوايا الفلكية فعنا اول زاوية رح تكون زاوية سلبية هي زاوية التربيع سلبية بين القمر وارنوس رح تكون في تمام الساعة 12 ودقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني ويفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك ولكن من ناحية سلبية اما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية بطيئة من زوايا اللي بتتشكل الها اكم يوم يعني الها تأثير ثلاث ايام ورح تستمر تقريبا بحدود الاربع ايام ما بعد هاي الزاوية متشكلة هي زاوية التسديس ايجابية بين الزهرة وارنوس رح تكون في تمام الساعة 7 و27 دقيقة مساء وهاي بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاؤل اكبر كما بتكون شعبيتنا في تصاعد اما بالنسبة لدوريا بتدل على مهل الناس اكثر للتحرر والتعبير عن عواطفهم اكثر وبتشهد هاي الفترة زيادة في الرحلات الجوية لحضور الحفلات او السهرات الفنية كما بزيد عدد المؤسسات الفنية الخاصة بالانتاج والتوزيع والاعمال الفنية اللي ممكن تحقق نجاح في هاي الفترة هي طبعا تيجي على الاعمال التجديدية والابداعية والانماط الجديدة والعصرية من الموسيقى او تستخدم تقنية متقدمة اكثر من الاعمال التقليدية والكلاسيكية وبعض الانتاجات الفنية بتحقق نجاح غير متوقع وبظهر للساحة الفنية نجوم جدد ولكن سرعان ما بتتراجع شهرتهم المؤسسات المالية والابناء كي بتعرف هاي الفترة ارتفاع مفاجئ على المداخل اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي اخر زاوية زاوية التثليف ايجابية بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة 11.50 دقيقة مساء بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر اما بالنسبة للقمر القمر في برج الاسد خلو المسار القادم رح يكون يوم 19.08 رح يكون في تمام الساعة 5.38 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش وحتى تمام الساعة 28 دقيقة صباحا وبينتقل القمر للعدراء اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار الهلال 28 يوم في تمام الساعة 1.57 دقيقة فجرا بيصير 29 يوم نسبة الاضاءة 5% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الاسد حتى يوم 22.08 المزاج سعيد القمر في الاسد حتى يوم 19.08 المزاج منتحس حتى ساعات الصباح بعدين بيصير سعيد عطارد في الاسد لغاية 20.08 المزاج سعيد الزهرة في السرطان حتى يوم 6.09 المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9.09 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12.09 مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29.09 مزاجه منتحس أورا نصف الثور بيتراجع حتى يوم 14.01 2021 مزاجه منتحس نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 29.11 ولكن عامل زوايا إيجابية فعشانك مزاجه بيغلب على سعيد بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم أفضل من الأيام الماضية أنت اليوم رح تكونوا عندكو طاقة كبيرة عندكو رغبة للانطلاق عاطفتكو بتكون جياشة برضو عندكو كثير من المخططات اللي حابين أنكو تنجزوها خلال الفترة هاي الأهم أنكو تركزوا بشكل جيد تشحنوا حالكو بطاقة إيجابية قدر الإمكان تحاولوا تستغلوا الفرص تتحركوا باتجاه الأشياء اللي بتهمكم الأشياء اللي كانت معطلة أو مش قادرين تنجزوها بالفترة الماضية اليوم ممكن تنجزوها بس الشغلة زي ما حكينا بدها حركة يعني الموضوع مش رح يجي لعندك أنت بدك تتحرك عشان تستغل الفرص أكثر يعني بكل الأوجه اليوم في إيجابية عالية ولكن أهم نقطة زي ما حكينا دائما أنه المريخ موجود فعشان هيك شوي ممكن تتحسس من مواقف أو يكون لك ردات فعل سلبية أو عصبية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء طبعا من تقلبات أورانوس تحدث بعض المفاجآت على المستوى المالي عشان هيك ما نقول لك ما تغامر بالوضع المالي نهائيا بالفترة هاي ما في داعي للمجازفات ما في داعي للتهور ببعض المسائل المالية حاول أنك ما تعتمد على الحظ خصوصا في المسائل المالية يعني بدك تكون مركز بشكل جيد ممكن بعضك يحصل على بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات ولكن تطلع مصاريف من تحت الأرض يعني بيكون في مصاريف ظاهرة على الساحة بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا يعني بتدعمك على مستوى الاتصالات والمواصلات والحوارات والنقاشات وعند قدرة على الإقناع عالي جدا فسهل جدا أنك تقنع أي شخص بوجهة نظرك ولكن حاول أنك زي ما حكينا ما تنفعل ما تتهور ما تندفع حاول أنك تركز بشكل جيد برضو في نفس اللحظة انتبه أثناء قيادتك للسيارة أثناء حركتك من الإصابات وإذا كان عندك امتحانة أو مقابلة يعني هي الأمور ماشية ولصالحك ولكن برضو ما بيغني الموضوع لأنك تكون مراجع المادي أو مستعد للمادي أو دارسها ومحضر لها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت اليوم تقريبا في بعض الإيجابيات ممكن يظهر نقاش أو خلاف أو حوار أو استياء من تصرف أحد أفراد العائلة ولكن إجمالا الأوضاع إيجابية ممكن تهتم بمسائل إلها علاقة بالبيت أو تصليح بيت أو ترميمات تصليحات ورشة عمل مثلا أو مشتريات بيتية ولكن الأهم زي ما حكينا أنك تخفف من مصاريفك ما تحاول تندفع وتتهور باتجاه المصاريف أو تفتح ورشة بتتكلف فلوس وأنت مش حاسب وضعك يعني أهم نقطة هاي بدك تركز عليها إذا صار في نقاش أو حوار حاول أنك ما تتزمت برأيك ما تتدخل بشؤون غيرك وبرضو تضبط عصبيتك أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم فترة مثمرة وإيجابية بتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة فالظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولة وحتى لتراجع عن قرار سابق أو تصليح خطأ صار ما بينك وبين الحبيب بالفترة الماضية فممكن تستغلها بشكل إيجابي في منك رح يكون له تعامل يعني بشكل واضح تماما ما بينه بين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أو يقوم بمساعدة صديق في مسألة ما أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنها يعني روتينية بتقوم بعمالك بالشكل الكامل ولكن حاول أنك ما تخليها تتراكم حتى لو ظهر ملف أو شيء شوي بتطلب انتباهك أو بده جهد حاول أنك ما تخلي الأمور تستفزك أو تتوتر أو تعصب لأنه شوي بدها تركيز الأمور ما تخلي الأمور تتأجل زي ما حكينا إنجز أعمالك بالوقت المناسب الوضع الصحي ما فيه أي مخاوف خلال الفترة هاي يعني الوضع الصحي بمرحلة استقرار أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور تقريبا جيدة بتدعم التواصل ما بينك وبين الشريك أو التقارب ما بينكم ففي منكم رح يكون فيه عمل مشترك ما بينه بين شريك المال أو ما بينه بين شريك العاطفة يعني لقاء حوار مصالحة اهتمام بمسألة معينة بتحولوا تعالجوها أو تتناقشوا فيها يعني التوافق عالي ما بينكم ولكن زي ما حكينا بلاش فرض الرأي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتفتح مجالات على المستوى الأمور المالية خصوصا الأموال المشتركة ممكن تهتم بمسائل شوي إلها علاقة بالوضع المالي المشترك أو أموال ما بتعود لك أو أموال الزوج أو الزوجة كإدخار أو ترتيب فواتير أو دفعات أو أقصاط أو أشياء إلها علاقة بالمؤسسات المالية زي البنك والضريبة والتأمين ممكن اليوم نصير فيه نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي فيها نوع من أنواع البعيدة والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو فتح مجالات علمية أو البحثية أو مثلا تهتم بمسألة بتطلب نوع من أنواع النقاش على المستوى السياسي أو الفلسفي أو الديني بلفت انتباهك بشكل أكبر في منك هو راح يهتم بمسألة إلها علاقة بالأوراق القانونية أو القضايا القضائية أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا نقولكوا ديروا بالكم ما زالت الأجواء ضاغطة على مستوى بيت السمعة فعشان هيك ما في داعي للمغامرات أو المجازفات أو مخالفة القوانين وحاولوا تنجزوا أعمالكوا بالكامل وما في داعي لخلافات أو مخالفة القوانين بمكان العمل اللي هي قوانين العمل فممكن هاي يتسبب لكوا بعض المشاكل مع زملائكوا أو رؤسائكوا بالعمل أو في مكان العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة فاليوم ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء تسعد فيه وبالنسبة للبيت 12 يعني نبتن بس بعمل نوع من أنواع الوساوس أو لقلق من مسألة إلها علاقة بالعمل أو يعني بتقلق من وضع أشخاص معينين ممكن بتدخلوا بشؤونك بشؤون عملك فبتحاول تحط لهم حدود أو يعني مخك مركز عليهم على أنهم بتآمروا عليك أو بحاولوا أنهم يتحايلوا عليك اترك الوسواس عد ليل والبينة حاول تتخذ خطواتك برج الثور طبعا بالنسبة لموليد برج الثور القمر الآن بتواجد بالكامل في بيتك الرابع فعشان هيك هو بشكل زاوية تربيع معاكم بتحسوا اليوم أنه فيه نوع من أنواع التقلب بالمزاج أو فيه نوع من أنواع الحدية أو العصبية أو الاستياء المفاجئ من شغلات ممكن أنت ما تكون واضحة بالنسبة لإلك وبرضو تنساش أنه أورانوس بتراجع عندك فهذا بسبب تقلب بالمزاج السريع وخصوصا أنه فيه سلبية أو طاقة سلبية محيطة فيك بسبب التراجع فعشان هيك بدك تضبط أعصابك قدر الإمكان ما فيه داعي أنك أنت تمفجر في اللي حواليك أو تعصب اللي حواليك بسبب قرار أو كلمة أو أسلوب أو تصرف أو مخالفة للرأي حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية وتحاول أنك تبعد شوي لوراهيك على أساس أنه ما تحتد وتعصب أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء ممكن تكون فيها بعض الاهتمامات على مستوى أمور العمل يمكن أنه شوي يكون فيه مصاريف ممكن يكون فيه دفعات ممكن فيه جدول الحسابات معينة ممكن تهتم بمزانية أو برواتب معينة أو تحسين وضع مالي في منكو رح يهتم ببعض المكاسب المالية أو الدفعات المالية خلال هذا اليوم وممكن تطوير وضع مالي معين ولكن الوضع شوي بتطلب نوع من أنواع الدراسي صحيح الأجواء بتدعمك في هذه النقطة ولكن حاول تراجع الأمور قبل ما توقع عليها أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا داعملة إليك بشكل كبير على مستوى اتصالاتك وحوراتك ولكن هي المسألة مسألة العصبية بس والتقلب بالمزاج واتخاذ القرارات الخاطئة فعشان هيك بدك تراجع حالك أكثر من مرة اللي عنده امتحانة أو مقابلة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوظ وبرضو ممكن يكون لك تعامل أو تعاون ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا القمر صار موجود في البيت الرابع فعشان هيك بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم ممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شي ما تفقد الاتزان والثقة أو ثقة الأحبة فيك ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية يعني الوضع على مستوى البيت شوي بنوع من أنواع التوتر بدك تكون محتاط أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها روتينية على المستوى العاطفي يعني ما في أي شي لا إيجابي ولا سلبي بتتعامل على حسب طبيعتك وعلى حسب العلاقة ما بينك وبين الحبيب أو ما بينك وبين الأحبة أهم شي إنك ما تحاول إنك تدخل في شؤون أحد الأبناء أو تفرض رأيك بالفترة هاي لأنه في قابلية للتمرد أو رفض قراراتك أو مجاراتك بعدين رح يخالفوك في الأمر فعشان هيك حاول إنك أنت تراقب من بعيد حاول تكون مشرف على بعض المسائل على أساس إنه ما تبوق مساعيك أو تدخلاتك بالفشل وتكبر الفجوي ما بينك وبين أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي على مستوى العمل جيدة فاليوم ممكن تهتم ببعض المسائل الطارئة أو تنجز أعمال كان صعب إنك تنجزها بالفترة الماضية ممكن يكون في حوار مع ناس أو شخصيات أو مسؤول معين على مسألة أو تحسم أمر إلو علاقة بالعمل أو بأمر إلو علاقة بالصحة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها روتينية على مستوى بيت الشراكة المالية والعاطفية ولكن حاول قدر الإمكان زي ما حكينا أنك تضبط أصابك قدر الإمكان يعني يوم ضايل بكرة وبعدين القمر رح ينتقل للعذراء رح يشجعك ويساعدك بشكل كبير وينصفك فإذا كان عندك استياء أو حدية بالطبع من مسألة معينة ممكن في هذه الفترة إنك تراجع فيها الشريك أو تفتح هذا الموضوع للنقاش أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه جيدة يعني بتفتح بعض المجالات الجيدة أو الاهتمامات بالأموال المشتركة بتكون رائعة كمشروع أو فكرة مالية أو محاولة لتطوير وضع معين يعني فيه اهتمامات وفيه نتائج إيجابية وبتدعمك بشكل قوي على هذا الباب ولكن إذا ظهر مشروع جديد حاول إنك تستشير في أهل الاختصاص أما بالنسبة للبيت التاسع فما زالت الأجواء ضاغطة على مستوى شيء له علاقة إما بالتعليم أو بأشخاص خارج البلاد أو أشخاص أجانب فعلى ثلاث مسائل هذولة في نوع من أنواع الضغط أو تراكم الأمور عليك بتتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام أو التركيز أو جدولتها بالشكل الصحيح على أساس أنه ما تفقد السيطرة وما تفشل وخصوصا إذا كان عندك امتحان أو مقابلي أو مناقشي أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة بتدعمك وبتعزز من سمعتك وبرضو من علاقاتك مع زملائك أو رؤساك بالعمل يعني الفترة هاي بتحمل برضو شيء له علاقة بالثناء أو الإطراء على إنجازتك أما بالنسبة للبيت 11 فالأجواء برضو داعمة فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو عزومة أو حتى شيء إيجابي هيك يخفف عليك الضغطات أما بالنسبة للبيت 12 بيت المتاعب احذر من الأعمال المفاجئة وإحذر من تأجيل بعض الأعمال وبرضو اهتم بتقلباتك النفسية والصحية اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ برج الجوزاء طبعا اليوم أنتو عندكو طاقة عالية جدا رغبة بالتحرك والإنجازات رغبة بتحقيق غايات معينة فاليوم عندكو نشاط عالي جدا وبرضو عندكو قدرة على السيطرة على تقلبات المزاج عندكم بطريقة واضحة وممكن تحققوا الأشياء أو الغايات اللي أنتو بدكوا إياها ممكن تسعد بلقاء أو بمشوار أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا ممكن تظهر بعض المسائل المالية صحيح أنها مش معقدة ولكن تلفت انتباهك أو بتفكر فيها أو ممكن تحاول تعالج مسألة مالية مثل دين أو قرض أو مساعدة أو شيء له علاقة بالوضع المالي تهتم فيه بشكل أكبر الأهم أنك تبعد عن المصاريف الزائدة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء داعمة وبقوة خلال هذا النهار تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار تتمتع بسرعة بديهة وخاطر باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك ممكن تنشط بالتنقلات والاتصالات بشكل عالي جدا وبرضو يعني حاول قدر الإمكان إذا كان عندك امتحان أو مقابلة أنك تنجزها بخلال هذا اليوم على أساس أن الأجواء داعمة وحليفة لا إلك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت روتيني يعني بتتعامل مع أفراد البيت أو العائلة أو الطبيعة البيئة اللي حواليك بشكل روتيني ممكن تحمل لك موضوع أو فكرة أو يجيك خبر معين يعني يلفت انتباهك حاول ما تحتد وما تعصب ممكن تظهر بعض الأعطال أو الاهتمامات المنزلية بشكل مفاجئ ولكن عندك قدرة على إنجازها وتحقيقها أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا فيها إيجابية وبتدعمك برضو بقوة خلال هذا النهار فممكن اليوم تنشط إما بلقاء الحبيب أو التواصل معاه أو خروجه أو ممارسة هواية معينة في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالنشاط الفكري أو الهوايات أو المرح الأجواء إيجابية وبتدعمك بقوة وبتعزز حتى القدرات العاطفية عندك للمصالحة أو للتعارف أو للتلاقي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على المستوى العمل يعني شوي فيها نوع من أنواع التوتر فعشان هيك يحاول أنك تنجز أعمالك ما تهمل عملك ما تقصر ما تحاول أنك تأجل الأعمال ليوم ثاني برضو راقب وضعك الصحي راقب تحركاتك تنقلاتك خوفا من الإصابات أو الأمور اللي بتيجي بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى بيت الشراكي وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الشريك فممكن أنها تحمل لك مصالحة أو تلاقي أو تقارب ما بينك وبين الشريك أو نقاش حول مسألة بتتعلق فيكم يعني مسألة داخلية خصوصا ما بين الأزواج أو التراجع عن قرار أو محاولة إنهاء خلاف بطريقة ودية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا ضاغطة على مستوى العموال المشتركة وهي بتسبب لك نوع من أنواع الخلافات أو النقاشات أو الحوارات أو أنك تنزعج من مسألة بتتعلق بأموال مشتركة ممكن أثناء تحصيل دين أو طلب مساعدة معينة أو لا أمر إلو علاقة بقرض أو تسوي على مسألة مالية أو أموالك أو الأموال المشتركة ما بينك وبين الشريك الزوج أو الزوجي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها روتينية يعني اتصالاتك حواراتك تنقلاتك اتصالاتك لبعيدة الأمور التعليمية أو المؤسسات التعليمية أو طريق التعاملك مع المؤسسات التعليمية وخصوصا طلاب الجامعات يعني ممكن يكون لكم اهتمامات عالية ممكن أنه شوي تنضغط في مسألة إلها علاقة في امتحان أو إلها علاقة بمقابلة ما تنزعج الأجواء إيجابية وتدعمك ولكن أهم شي إنك تحكم عصبيتك من التصرفات المتسرعة أما بالنسبة للبيت العاشر فأجواء بيت السمعة ما فيها أي مشاكل يعني تقريبا الأجواء جيدة في بعض الفرص ولكن مش بالقوية إلى مسائل تقديم العمل أو طلبات العمل أو المقابلات برضو بصير لكم نوع من أنواع التعامل للأشخاص اللي بيشتغلوا أو عرأس عملهم تعامل جيد ما بينهم وبين زملائهم أو رؤساهم بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهنا منقول لك دير بالك من المغامرات والمجازفات مع الأصدقاء أو مع الأصحاب وخصوصا اللي هم اللي على سمعتهم علامة استفهام بدك تكون حذر وبرضو في نفس اللحظة ممكن اليوم تسعد بلقاء الصديق أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فهنا يعني شوي هذا بيت المتاعب بدك تركز من بعض التقلبات اللي بتصير بشكل مفاجئ اللي هي مشاكل ممكن تيجي بشكل مفاجئ على مستوى العمل أو مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أو أشياء لها علاقة بعمل ما أو خطأ أنت بترتكبه في مكان العمل ممكن تسبب مشكلة أو تقلبات على المستوى الصحي بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة برج السرطان طبعا بالنسبة لبرج السرطان معروف أنه اليوم الأجواء أحسن برضو من الأيام الماضية مشعون بطاقة إيجابية عالية وبرضو عندك رغبة للتحرك بكثير من الاتجاهات وعندك مخطط أو عندك ترتيب معين اليوم لشيء معين حابب أنك أنت تنجزه أو تحسمه في هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا القمر الآن موجود في البيت الثاني لا إلك هو الشمس وعطارد فعشان هيك في فرصة لمكسب مالي تيجي عادة من عمل إضافي مع هيك بتكون تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لسيما شراء حقاجية ثمينة مثلا ممكن تعالج استحقاق مالي أهم إش أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني شوي بكون فيها نوع من أنواع التقلب بالمزاج في بعض الأوقات يعني ممكن تنزعج من مسألة ما أو تتهور في مسألة ما أو تعصب في مسألة ما فعشان هيك بدك تحاول قدر الإمكان أنك تبعد عن العصبية والحدية قد ما بتقدر أثناء تنقلاتك أثناء انتحاناتك نقاشاتك بدك تكون مستعد بشكل جيد أثناء التنقلات بدك تكون حذر من الإصابات أو الأشياء المفاجئة اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار أو اهتمام بأمور العلاقة بالسيارة أو بالتليفونات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت جيدة تقريبا في استقرار اليوم أو في محاولة لحل بعض الأشياء العالقة أو ترتيب وضع عائلي أو بيتي بشكل إيجابي ممكن تهتم ببعض التصليحات أو الترميمات أو تظهر لك بعض المصاريف البيتية أو العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا إيجابية على المستوى العاطفي شيئا ما ولكن حساسيتك بتكون عالية شوي فممكن تنزعج أو تتوتر أو تعصب من مسألة بتتعلق بالحبيب إما أنه بيخالفك بالرأي أو أنه بيناقشك بحدية أو بيوجه لك صفة الأمر ممكن بعضك يكون له تعامل مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا إيجابية بشكل واضح على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال بشكل مهم أو بشكل عاجل وممكن تهتم ببعض المصاريف أو الترتيبات اللي إلها علاقة بمستلزمات العمل أو أمور إلها علاقة بمستلزمات صحية ولكن إجمالا الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية أما بالنسبة للبيت السابع فما زالت متوترة أو فيها نوع من أنواع العصبية أو الحدية أو المشاكل أو الخلافات أو يعني بيكون الواحد مش مش متحمل كلام الشريك يعني حسسيته عالية جدا وخصوصا ما بين الأزواج وهذا بسبب نوع من أنواع التوتر وبسبب نوع من أنواع المشاكل اللي دائما بتيجي بشكل مفاجئ أو أي نقاش ممكن يتحول لمشكلة بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا تحمل بعض الإنشغالات على مستوى الأموال المشتركة ممكن تهتم ببعض المسائل البنكية أو العقارية أو الأمور اللي إلها علاقة بضريبة تأمين أموال الشريك مثلا ترتيب دين معين أقصاط اهتمامات من هذا النوع أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات مع أشخاص خارج البلاد أهم شيء اللي عنده امتحان أو مقابلة اليوم بده يستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء يعني ما زال فيها نوع من أنواع الحدية على مستوى بيت السمعة بسبب المريخ صحيح بعمل زوايا إيجابية ولكن حاول قدر الإمكان أنك ما تخالف القوانين ما تجازف بسمعتك ما تدخل بأشياء مشبوهة وبرضو احذر أثناء التعامل مع زملائك أو رؤساك بالعمل أو بمكان العمل من بعض الأخطاء اللي ممكن أنها تحدث بعض المشاكل الكبيرة أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ما فيه نوع من أنواع المفاجآت الواضحة تماما على مستوى الأصدقاء إما لقاء أو مقابلة أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو إنزعاج من تصرف أحد الأصدقاء أو حدية بالتعامل مع صديق بشكل مباشر أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بيت المتاعب منقول لك هنا حاول أنك لسه تراقب الوضع الوضع إجمالا إيجابي ما فيه أي شيء سلبي ولكن دائما بيت المتاعب يحذر من بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل إلها علاقة بالصحة إلها علاقة بصحة أحد الأحبة إلها علاقة بأحد الأشخاص المقربين لا إلك بيكون مريض وبحاجة إما للرعاية أو بحاجة للزيارة أو للمتابعة في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالمساجين بالسجون يعني برج الأسد طبعا بالنسبة لبرج الأسد اليوم الأجواء جيدة جدا بطريقة ملفتة للنظر وبرضو دعمي وشاحني لإلك بطاقة عجيبة غريبة فاليوم ممكن يتحققوا كثير من الإنجازات اللي كانت بالفترة الماضية عصية أو كانت صعبة أو كان ما بتقدروا أنكوا تنجزوها أو كان في بعض الخلافات عليها أو أشياء ممكن كان فيها سوء تفاهم فعشان هيك الفترة هاي بلشنا إحنا بمرحلة جديدة المرحلة هاي فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتساعد وبتعزز القدرات على الإنجاز وبرضو بصير فيه نوع من أنواع الاهتمام العاطفي أكثر بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة على المستوى الوضعي المالي لسه الأيام الجاية أحسن وأحسن يعني بتفتح مجالات أكثر يعني بلشت تتحسن عند بعض موليد برج الأسد من مكاسب هبات مساعدات هدايا دعم عشياء من هذا القبيل كلها بلشت تظهر على الساحة فالفترة الجاية أفضل ولكن الاهتمامات المالية بتكون لسه بدها رقابة فعشان هيك ما تجازف وما تغامر وحاول تضبط مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء دعميتك على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات والتنقلات ممكن تنجز بعض الأمور المهمة خلال هذا النهار أو اهتمام بمشوار أو إشي ضروري أو تعامل مع أخ أو جار أو أمور إلها علاقة بالدراسة أو الامتحانات إجمالاً الأجواء إيجابية حتى على الإقناع أو الترويج لشيء معين بتكون لصالحة أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت في بعض الأشياء المقلقة ممكن تظهر خلال هذا اليوم يعني ممكن نقاش حوار مشكلة عطل معين ممكن مسألة إلها علاقة بخلاف عائلة تظهر على الساحة شوي الأجواء بدها تركيز فعشان هيك حاول تضبط أعصابك قدر الإمكان ما تنفعل وما تعصب أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريباً على المستوى العاطفي عالية جداً فعشان هيك اليوم عندك رغبة إما للتلاقي مع الحبيب أو لا مشاورة أو لا زيارة أو لا ترفيه معين أو لا شيء له علاقة بهواية أو ممارسة هواية أو مطالعة أو اهتمامات شوي إلها علاقة بالمجال الفني أو التجميلي أو أمور إلها علاقة بالديكور أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريباً ضاغطة على مستوى العمل ما زال فيه نوع من أنواع الضغط أو التوتر اللي بسبب لك بعض الاضطرابات إما على مستوى العمل أو مشاكل أو إنزعاج من مسألة معينة أو اهتمام ببعض المسائل الطبية اللي ممكن إنها تظهر بشكل مفاجئ خلال الفترة هاي أو تطور لوضع صحي معين بحاجة للرعاية والمراقبة والمتابعة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي تقريباً يعني ماشي بشكل روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعاملوا أو بتعاملوا الأزواج ما بينهم وبين بعض بشكل روتيني ما فيه أي شيء يضغط إلا إذا إنه ممكن سوء تفاهم أو حساسية أو تحسس من موقف معين أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأموال المشتركة ممكن تظهر بعض المسائل المالية أو ديون أو قلق من وضع مالي معين أو التزام معين حاول قدر الإمكان أنكما تدخلوا بمشاريع بالفترة هاي راجعوا أمورك بشكل جيد أي مشروع أو أي اهتمام بدوا مناقشة أو بدوا حوار أو استشارة أهل الإختصاص أما بالنسبة للبيت التاسع فما زالت الأجوارهم إيجابيتها إنه إلا بتحمل نوع من أنواع التوتر أو القلق أو الأفكار اللي بتتعلق بأشخاص إما أجانب أو أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل لإلها علاقة بقضية أو أوراق قانونية أو معاملة أو أمور دراسية أو مؤسسات تعليمية بحاجة للانتباه اللي عنده مقابلة أو دراسة اليوم يعني أو امتحان بدوا يركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة حاول قدر الإمكان أنك ما تخالف الأمور يعني ما تخالف القوانين ما تخالف الأعراف إيش حنحالك بطاقة حاول تبعد عن المشاحنات والملاسنات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى بيت الصداقة فممكن تحملك لقاء أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تنشط بزيارات اجتماعية أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها صار نوع من أنواع الإيجابية اللي بتعزز قدراتك على مستوى العمل وبرضه بتدعمك على مستوى الصحة وما فيه أي مخاوف من أي أعداء مخفيين وبرضه في نفس اللحظة ممكن تهتم بصحة أحد الأحبة برج العذراء طبعا بالنسبة لبرج العذراء اليوم يعتبر من الأيام الضاغطة بشكل كبير يعني من أسوأ الأيام اللي مرت خلال الشهر هذا تقريبا هي اليوم هذا السبب أنه الآن ثلاث كواكب رئيسية موجودة عندك في بيت المتاعب يعني عندك القمر موجود في بيت المتاعب عندك الشمس موجود في بيت المتاعب وعندك عطارد في بيت المتاعب هدول الثلاث مع بعض بسببوا نوع من أنواع الضغط عليك صحيح أنهم بشكل زوايا إيجابية ولكن إحنا مخاوف الزوايا هاي دائما بالتواجد لهم يعني منقول بتكونوا ديروا بالكو يعني بتكونوا حذرين بشكل كبير على المستوى النفسي والتقلبات النفسية والأشياء اللي ممكن تصير بشكل مفاجئ لإلكو تعطيلات أو أمور بتعطل في آخر لحظة اتفاقيات ما بتم الاتفاق عليها ممكن تصير عليها اضطراب تقلبات على المستوى الصحي والمزاجي برضو بتصير بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها بعض الأشياء الإيجابية عن المستوى المالي يعني في بعض الاهتمامات أو أشياء إلها علاقة إما بمكاسب أو إلها علاقة بعمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بدها حذر أثناء تناقلاتك بالسيارة أو أثناء حركتك إذا عندك امتحان بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحظوظ برضو في نفس اللحظة ممكن يكون لك تعامل أو تعاون ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت شيئا ما فيها نوع من أنواع الإيجابية ممكن تنشط بشغلة شيء عائلي أو لقاءات عائلية أو اهتمامات منزلية أو عقارية ممكن تهتم بتصليحات ترميمات ممكن أمور إلها علاقة ببعض الواجبات العائلية أهم إشي أنك ما تنتقد ما تكون لاذع بالكلام وما تختلق المشاكل أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا بدك تحذر بشكل كبير على المستوى العاطفي اليوم تحديدا من بعض الخلافات أو النقاشات أو الحوار ما بينك وبين أحد الأحبة فهذا الأمر ممكن يسبب لك نوع من أنواع التوتر أو العصبية أو التقلب بالمزاج أو شيء له علاقة بمشكلة تظهر بشكل مفاجئ فحاول قدر الإمكان تضبط أعصابك لحديث ما نتجاوز هذه الفترة ويصل القمر لعندك فبتصير الأجواء إيجابية أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة أهم إشي أنك ما ترهق حالك كثير ما تحاول أنك تحمل عمل جديد يعني الأشياء بدها الإشي اللي أنت بتشتغل فيه تحاول تنجزه خلال هذا النهار وبرضه حاول أنك تهتم بصحتك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراك الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الحدي أو التقلب بالمزاج أو لبس من مسألة معينة أو تحسس من مسألة معينة أو إنزعاج من تصرف الزوج أو الزوجة حاول قدر الإمكان تضبط عصابك وابعد عن الأوهام والغير والشك والتدخل بشؤون الغير أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء برضو بتحمل نوع من أنواع الحدية على مستوى الأموال المشتركة فممكن تظهر مشكلة معينة إلها علاقة بمحاسبة أو مساءلة مالية أو شخص يجي يدقق وراك في بعض المصاريف أو يسألك وين صرفت الفلوس ورحت فيها وخصوصا ما بين الأزواج يعني أموال الأزواج هاي برضو اليوم رح تكون ظهر على الساحة وممكن تتعطى المسألة إلها علاقة بقرض أو معاملة بنكية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا يعني بتحمل نوع من أنواع الأخبار المفاجئة أو تطورات مفاجئة إلها علاقة إما بالدراسة الجامعية أو إلها علاقة بأشخاص خارج البلاد أو ببلدك الأم أو أجانب أو مؤسسات دولية أو قضايا قضائية أو معاملات حكومية يعني بدك تكون حذر ومهيئ لهاي الأمور أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة ما في أي مشاكل تقريبا أنت مسيطر على الأجواء بشكل جيد وبرضو أنت مرتب أمور عملك بشكل جيد ولكن أهم شيء بعيد عن الخلافات والنقاشات مع زملائك ورؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فتقريبا الأجواء إيجابية على مستوى العلاقات العامة وعلى مستوى علاقاتك بأصدقاءك فممكن اليوم يعني يحملك نوع من أنواع اللقاء أو المجامل الإجتماعية أو زيارة أو دعو إلى حضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فبسيطر عليكم التعب زي ما حكينا في بداية التوقع حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف أموركم والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو من سوء تفاهم أو التباس حاذر من البدء بأي شيء جديد ولا تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط نظم أمورك وضاعف مجهوداتك بالفترة هاي برج الميزان طبعا بتكونوا تحاولوا اليوم تنجزوا كل الأعمال المهمة والأشياء الضرورية وحاولوا أنكم ما تأجلوها لأنه معروف أنه بكرة القمر رح ينتقل للعذراء وهذا بيت متاعبكو فرح تمروا في فترة شوي رح تكون صعبة مدتها يومين وربع فعشان هيك حاولوا تنجزوا كل الأشياء الضرورية خلال هذا اليوم عندكو قدرة مزاجكو يعني مسيطر عليه وفي نفس اللحظة عندكو رغبة بإنجاز بعض الأعمال ولكن ما تلته بأمور ثانوية شوي تسبب لكو بعض الأعباء بالفترة القادمة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء يعني ممكن يكون لك بعض الاهتمامات على المستوى المالي أو تحقق بعض المكاسب أو الأرباح أو المطالبات المالية أهم إش إنك تتحرك بهذا الاتجاه في منكو رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بدفعات أو فوتير الأهم إنك تبتعد عن المصاريف الزائدي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا ضاغطة العصبية بتكون حاضرة عندك بشكل كبير حاول إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتبتعد عن العصبية انتبه أثناء تنقلاتك إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض في منكو رح يكون له تعاون أو تعامل ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت ما زال فيها نوع من أنواع الضغط أو التوتر أو ظهور مسألة معينة من مقلقيتك أو ممكن يكون فيه شيء له علاقة بوضع عائلي يعني بدك ترتب الأمور بشكل جيد وتشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان وتبتعد عن التدخل في شؤون أفراد العائلة حاول إذا ظهرت بعض الأعطال أو بعض الاهتمامات إنك ما تكبر الأمور زيادة عن اللزوم أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي بتحمل أشياء برضو بتساعدك عاطفيا فممكن تحمل لك لقاء أو تواصل أو اتفاق أو إشيه له علاقة بمرافقة الحبيب أو مساعدته في مسألة معينة في منك رح يهتم بمسألة إلها علاقة بهواية أو إلها علاقة بمطالعة أو بأشياء فكرية أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا يعني فيها إيجابية شيئا ما على مستوى العمل ولكن متكوا تحذروا لأن القمر صار يتحرك باتجاه بيت المتاعب من تراكب الأعمال أو ظهور عمل شوي بالطلب الاهتمام بشكل كبير يعني بمعنى آخر دك تشحن حالك بطاقة إيجابية عشان تقدر تنجز أعمالك وبرضو في نفس اللحظة اهتم بصحتك قدر الإمكان من بعض الأشياء المفاجئة أما بالنسبة للبيت السابع فما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط من المريخ اللي موجود مقابلكو تماما في بيت الشراكة وبرضو بشكل زوايا إيجابية وسلبية فعشان هيك بحدث بعض الأشياء المفاجئة أو حدية بالطباع أو انزعاج من تصرف الشريك أو الزوج فعشان هيك يحاول أنك ما تدخل بخلافات أو جدالات أو نقاشات بالفترة هاي لغاية ما يوصل القمر لعندك عشان يعزز من قدراتك وبرضو يعطيك إيجابية وتقدر تناقش وتحاور بشكل قوي وانت واثق من حالك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتحدث بعض الأشياء المفاجئة اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة مثل ظهور دين معين مثل ظهور محاسبة مثل ظهور أمور بانكية أو أعطال أو أشياء إلها علاقة بالقروض ممكن تتطور مسألة معينة تتطلب منك الاهتمام وخصوصا مسائل إلها علاقة بالأموال المشتركة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء روتينية يعني اتصالاتك وحواراتك كلها بتكون بشكل روتيني على مستوى الاتصالات البعيدة أو مع أجانب أو مع أسسات دولية في منك رح يهتم ببعض المسائل العلمية ولكن إذا كان عندك امتحانة أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحظ نهائيا أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة الفترة هاي بتحملك نوع من أنواع إما إطراء أو ثناء أو ترفيع أو أمور إلها علاقة بواجب بتنجزه بشكل جيد وبيسبب لك نوع من أنواع الفرحة أو بيدخل الفرحة على اللي حواليك وخصوصا في مكان عملك أو على مستوى وضعك الاجتماعي أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا اليوم تنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة اطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران أهم شيء أنك ما تبقى وحيد وحاول أنك تخرج للقاء الناس وزي ما حكينا حاول أنك تنجز أعمالك بالكامل وما تخليها تتراكم للفترة القادمة لأنه زي ما حكينا الفترة القادمة بتحمل تعطيل أو يعني أشياء ممكن أنها تسبب لك نوع من أنواع القلق والتوتر فعشان هيك بدك تكون حذر من هذه النقاط برج العقرب طبعا اليوم الجو مش بالشكل المناسب أو بالإشي اللي أنت بترغبه صحيح أنه القمر موجود في مكان بعيد عن المقابلة ولكن برضو في نفس اللحظة بسبب لك نوع من أنواع التوترات وردات الفعل السلبية والتقلب في المزاج حدية في الطباع هاي كلها بتظهر بشكل مفاجئ عندك فعشان هيك بدك تضبط أعصابك قدر الإمكان وما تخلي أي شيء يوترك أو يشحنك بطاقة سلبية بالفترة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا في بعض الاهتمامات المالية وخصوصا مسائل إلها علاقة بأموال إلك أو ترتيب وضع مالي معين أو مشتريات أو تسوق حاول تبعد بس عن المشتريات الغير ضرورية أرتب وضعك المالي بشكل جيد وتحرك لأنه برضو ممكن تحملك بعض المكاسب اليوم المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا حادة فعشان هيك منقول لك سهل جدا استفزازك وسهل جدا أنك تعصب وتحتد بدك تنتبه أثناء تنقلاتك أثناء حركتك وخصوصا أثناء قيادتك للسيارة وبرضو إذا كان عندك امتحانة أو مقابلة بدك تستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحظ نهائيا في إشيء لعلاقة بموضوع بتعلق بأخ أو جار ممكن يظهر على الساحة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا يعني بتحمل نوع من أنواع مش الإيجابية ولا السلبية يعني بتتعامل بشكل روتيني مع البيت ومع أفراد العائلة ممكن تظهر بعض المسائل العائلية اللي شوية تكون مربكة أو تطلب منك الاهتمام لزيادة ممكن مسائل إلها علاقة بمشتريات أو مصاريف بيتية أو عقارية برضو تكون ظاهرة خلال هذا اليوم في وضع عائلي معين مقلق بالنسبة لإلك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء ما زالت يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية بتعزز بعض النقاط العاطفية عندك أو رغبة للقاء الحبيب أو التواصل مع الأحبة أو هواية معينة أو رغبة في مطالعة أو إنك هيك تندمج في مسائل إشوي تكون يعني عاطفية أكثر أو تجميلية أكثر أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضاغطة على المستوى اللي إلو علاقة بالعمل وإلو علاقة بالصحة فبدك تنتبه على أعمالك وفي مكان عملك بدك تكون حذر بشكل كبير وبرضو بدك تراقب التقلبات الصحية اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ وخصوصا إشي إلو علاقة بالإصابات أو إلو علاقة بالحروق أو إلو علاقة بالأعصاب والعضلات يعني الرقبة كتاف الظهر فيها شد عضل أو شد عصبي بدك تكون حذر منها أما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى بيت الشراكي بتظهر أشياء مفاجئة يعني أثناء تعاملك مع الشريك أو مع الزوج ممكن الأجواء تكون هادي وما في أي شيء ولكن فجأة بسبب شيء تافه جدا يصير خلاف وحدية بالطباع وتصير مشكلة من لا شيء فعشان هيك حاول تعرف أنه نقطة الضعف عندك أنت فعشان هيك يحاول تراجع حالك وتضبط أعصابك قبل ما تتطور الأمور أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأموال المشتركة تقريبا نقدر نحكي أنها إيجابية ممكن تهتم أو تحل مسائل إلها علاقة بوضع مالي معين زي ضريبة أو تأمين أو بنك أو قرض معين أو تسهيلات أو أمور إلها علاقة بسداد بعض الديون أو أموال الشريك يعني بتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام وممكن تنجز أشياء بشكل إيجابي خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا هنا منقدر نحكي أنه في أشياء يعني بعضها إيجابي على مستوى الاتصالات الخارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو اهتمام بمسائل علمية أو دراسة أو أشياء إلها علاقة بالتنقلات وخصوصا ما بين المدن أو ما بين المحافظات فممكن تنشط بشكل كبير بالفترة هاي أو اتصالاتك تكون كثيرة أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل يوم مناسب للي بيبحث عن عمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسئولية يعني الفترة هاي فيها نوع من أنواع الصعوبة زي ما حكينا في بداية التوقع فعشان هيك شوي بدك تكون حذر أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء يعني بتحمل بعض الاهتمامات أو المناسبات الاجتماعية أو لقاءات وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أصدقاء أو معارف أو أحبة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة شيئا ما فبتقدر تنجز أعمالك بالوقت المحدد أهم إشي أنك ترتب أعمالك بشكل جيد راقب صحتك بشكل جيد برضو وممكن يكون لك بعض الاهتمام بصحتك أو بصحة أحد الأحبة برج القوس طبعا اليوم من الأيام المميزة والقوية بالحضور وقوية بثقة بالنفس وقوية بالطاقة الإيجابية اللي أنت مشحون فيها ولكن الأهم أنك تستثمرها يعني ما تخليها أن دول والله الأجواء الإيجابية هي بتجيني لحالي لا حاول تنطلق وتتحرك اليوم على أساس أنك تستفيد من كل هاي الإيجابيات أو الدعم اللي موجود عندك لأنه بس يطلع القمر من الأسد يعني شوي الأجواء ما راح تكون بالقوة الهائلة اللي أنت بتتوقعها لحد يوصل القمر لعندك فعشان هيك اليوم حاول تستغل كل شيء وتنجز كل الأشياء المهمة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء ما زالت فيها نوع من أنواع التوتر على المستوى المالي يعني في قلق أو حاجة للمال أو ضغطات مالية أو مطالبات مالية أو مصاريف زيادة بتجيك من تحت الأرض فعشان هيك قدر الإمكان حاول تبعد عن المصاريف الزايدة وما تهتم بالمسائل اللي إلها علاقة بالشكليات أو بالأمور اللي مثلا تطلب منك مصاريف أو اهتمامات مالية بشكل عالي جدا أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نشطة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات وإنجاز أمور فممكن تنجز بعض الأمور المهمة بالتسويق بالإقناع عالي جدا وبرضو ممكن تلاقي اليوم في تعامل إيجابي ما بينك وبين أخ أو جار ولكن أهم شيء زي ما حكينا أنه العصبية بدك تسيطر عليها بتكون الأجواء جيدة أما بالنسبة للبيت الرابع فممكن تظهر بعض الخلافات أو النقاشات أو الحوارات البيتية أو العائلية أو إيشي العلاقة بوضع عائلي معين يطلب منك الاهتمام الكبير فعشان هيك يحاول أنك تهتم بالأمور العائلية وتعمل تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن يظهر مسألة مقلقة شوي أو اهتمام الزيادة على وضع عائلي معين أما بالنسبة للبيت الخامس فعلى مستوى العاطفي تقريبا الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية بتعزز من علاقاتك العاطفية أو التقارب العاطفي أو لقاء عاطفي أو تطور شيء لمرحلة عاطفية عالية بالفترة هاي وممكن حب بشكل مفاجئ الأهم أنوا حاولوا تبعدوا عن التدخل بشؤون الأحبة أو تصلوا بالرأي عند إصدار القرارات في منكوا رح يهتم بمسائل إلها علاقة بالتجميل أو إلها علاقة بهواية معينة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا متقلبة بتحدث بعض المفاجآت على مستوى العمل وعلى مستوى التطور بالوضع الصحي فعشان هيك ممكن تظهر مشكلة إلها علاقة بعمل معين أو تراكم عمل معين أو استياء من عمل معين أو من أشخاص معاونين لإلك في العمل برضو عن المستوى الصحي بتحدث بعض المفاجآت الصحية أو التطورات لمسألة صحية بشكل متسارع حاول قدر الإمكان أنك تستشير طبيبك إذا شعرت بشيء غير اعتيادي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها إيجابية بتعزز من علاقتك ما بينك وبين الشريك وبرضو في نوع من أنواع التلاقي على مسألة معينة وممكن اليوم تحمل لك مصالحة أو تراجع عن قرار سابق أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تدعمك على مستوى الأموال المشتركة فممكن تحل مسألة إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أو أموال إلك محجوز عليها مثلا أو الديون لإلك بتحاول أنك تطالبها اليوم الأجواء بتدعمك بشكل قوي على هذا الباب أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم بتنشط في أمور إلها علاقة بالتنقلات أو بالسفر أو باتصالات بعيدة أو ممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا جميل ممكن تعزز العلاقة الاجتماعية والعائلية فالفترة مثمرة على جميع الأصعد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة وبرضه بتدعمك على مستوى شيء له علاقة بالعمل أو على علاقتك ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل ولكن ما تأجل عمل وما تدخل بخلافات معهم أما بالنسبة للبيتك 11 فالأجواء جيدة واجتماعية بالكامل فممكن تنشط ببعض الأعمال أو الأمور الاجتماعية أو الزيارات أو إنجاز بعض الأشياء اللي إلها علاقة بمناسبة دعوة لحضور حفلة مثلا أو لقاء الأصدقاء يعني الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتساعدك بشكل قوي أما بالنسبة لبيت المتاعب فما فيه أي مخاطر الأجواء جيدة فبساعدك على إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وبرضه بساعدك على تحقيق أشياء إلها علاقة بالصحة كمراجعات أو أدوية أو تحسن من وضع صحي ولكن بيحمل قلق على صحة أحد الأحبة أو صحة أحد المعارف برج الجدي طبعا بالنسبة لبرج الجدي معروف أنه اليوم يعني شيئا ما بلشت تتحسن الأجواء ولكن أنا بنصح عند وصول القمر للعذراء بتصير الأجواء أحسن وأحسن يعني حاسس بنوع من أنواع الطاقة فيه أشياء إيجابية خلال هذا النهار ممكن تستغلها أو تتممها أو تحاول تحلها عندك قدرة على فعلها ولكن أهم شيئا أنك تبعد عن ردات الفعل السلبية والعصبية والتقلب بالمزاج أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى الأمور المالية فاليوم ممكن يكون فيه نوع من أنواع المفاجآت على المستوى المالي إما ظهور أشياء متطلبات أو مصاريف أو دفعات أو ممكن تحصل على مكسب مالي أو حقوق لا إلك أو دعم معين يعني شوي ممكن يغير الأجواء عندك أهم شيئا أنك تبعد عن المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا مش جيدة كثير على مستوى التنقلات يمكن تنقلاتك هي الأشياء الروتينية أو حركتك الروتينية ولكن أثناء تنقلاتك حاول تنتبه أثناء حركتك حاول تنتبه من الإصابات أو الحوادث وبرضو في نفس اللحظة أثناء النقاشات بدك تركز بشكل جيد وتبتعد عن العصبية إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوذ أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت اليوم بدك تدير بالك بشكل كبير لأنه ممكن تظهر بعض الخلافات أو النقاشات أو الحوارات الحدي أو تظهر بعض المسائل المربكة مثل أعطال أو اهتمامات بيتية أو حد يتخذ قرار نيابي عنك فهذا يستفزك أو حد يتخذ قرار بدون ما يستشيرك في هذا الموضوع فشوي تتوتر وممكن تظهر بعض المسائل العائلية اللي شوي ممكن تكون بالنسبة لإلك صعبة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء متقلبة على مستوى أورانوس يعني بتحدث بعض المفاجآت على المستوى العاطفي أو تقلب بالمزاج أو حدية أو انزعاج من تصرف الحبيب فعشان هيك يحاول ما تدخل بخلافات ولا بنقاشات ولا توتر العلاقة ولا تشعر الحبيب بأنك مستاء خلي الأمور لحديث ما يوصل القمر لعندك بعدين الأجواء أنت لحالك بتجدد لها بعض الحلول ما في داعي لإصدار القرارات لأنه ممكن تتعند وما تتراجع عن قرار أنت اتخذته أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء داعمة على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ممكن يوكلك عمل بشكل مفاجئ وعندك القدرة على إنجازه وفي منك رح يهتم ببعض الشؤون الصحية زي مراجعات أو مراقبات ما في أي شيء بخوف ولكن إجمالا الأجواء يعني بتطلب منك بعض النظر أو الاهتمام الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكة تقريبا نقدر نحكي فيها نوع من أنواع الإيجابية يعني بتدعم من علاقتكم أو من معارفكم أو من العلاقة أو طبيعة العلاقة ما بينكم كأزواج يعني ممكن تتراجعوا القرار أو تتفاهموا أو يعني تمشوا لبعض بعض المسائل اللي إلها علاقة بالشراكة أو ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بناسبك إطالة الخلافات والزعل بل سارع للتقريب أو لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش موضوع إرث أو موضوع مالي خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء على مستوى الاتصالات لبعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد بتكون روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على طبيعتكم تتواصلوا واللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم بده يستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أثناء تنقلاتكم على الشوارع المفتوحة بتكون تركزوا بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة وهي بتعزز سمعتك وبرضو علاقتك على مستوى زملائك ورؤساك بالعمل فممكن تحقق بعض الإنجازات الجيدة أما بالنسبة لبيتك 11 فبتكثر عندك خلال هذا النهار أمور إلها علاقة بالزيارات أو المناسبات أو الاهتمامات الاجتماعية ممكن كاتصال أو كزيارة وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو اهتمام بمسائل اجتماعية أو مناسبات أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فما فيه أي قلق أو خوف يعني بأرضه بتساعدك هاي على إنك تأمن من مكر بعض الأشخاص اللي بتآمروا عليك بالخفاء ممكن تنجز بعض الأعمال بشكل جيد خلال هذا اليوم وممكن يكون لك اهتمام بعمل جديد أهم شيء إنك تدرسه بشكل جيد بدون يعني ما تتسرع بالموافقة عليه وبرضو في نفس اللحظة بتفتح بعض الأشياء الإيجابية على المستوى الصحي فيا أما إنه شغلة إلها علاقة بعلاج أو إلها علاقة بمستشفى أو تقرير طبي أو ممكن تحسن من وضع معين تشعر فيه خلال هذا النهار أهم إشي إنك أنت إذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك وما تقصر بمتابعة وضعك الصحي برج الدلو طبعا بالنسبة للقمر الآن مقابلكو تماما وهاي الفترة صحيح فيها بعض الإيجابيات ولكن برضو بتضعف من الطاقة بتشعر بعدم الإرتياح أو بالإنزعاج من بعض المسائل أو حدية بالطباع من بعض التطورات اللي بتصير فعشان هي قدر الإمكان إشحن حالك بطاقة إيجابية وابعد عن المشاحنات قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا تحمل بعض الأشياء مثلا اللي ممكن تهتم فيها على المستوى المالي ممكن تظهر بعض المسائل المالية أو الدفعات المالية أو قلق من وضع مالي معين ولكن عندك قدرة على إنجازه وإتمامه إن ركزت فيه بشكل جيد حاول بس إنك تبعد عن المصاريف لزيادة أو إنك تورط حالك بأشياء مالية يعني ممكن إنه تكون صعبة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات ولكن عصبيتك ظاهرة واندفاعك وتهورك برضو ظاهر فعشان هيك ردات فعلك بتكون سلبية وممكن يعني تظهر بعض الخلافات أو النقاشات الحادة أو أمور إلها علاقة بسيارة أو إلها علاقة بتليفون ممكن إنه يستفزك إذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع فالاهتمامات اللي إلها علاقة بوضع العائلة أو وضع البيت أو وضع العقارات دائماً بتيجي بسبب أورانوس بشكل مفاجئ فعشان هيك أعطال نقاشات حوارات مشاكل كلها بتيجي بشكل مفاجئ فعشان هيك بدك تكون مهيئ بالفترة القادمة يعني من الفترة الماضية والفترة القادمة على هاي المفاجئات اللي بتيجي بشكل مفاجئ والإضطرابات والخلافات وما تدخل حالك بمصاريف زيادة أو بأشياء ممكن تكون تحمل لك عبئ معين أو مسئولية زيادة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريباً على المستوى العاطفي يعني إيجابية خلال هذا النهار ممكن يكون عندك رغبة للتواصل مع الأحبة أو لقاءهم أو ممارسة هواية معينة أو حل مشكلة كان صعب أنك تحلها ما بينك وبين الحبيب يعني في أشياء ممكن تدعمك اليوم أو تتراجع عن قرار سابق للمصالحة أو للتقارب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريباً نقدر نحكي إنها إيجابية على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال بشكل جيد أو تهتم بمسألة إلها علاقة بالعمل بشكل جيد أو تجد حلول إلها وفي منك رح يهتم بمعض المسائل الصحية أو المراجعات الطبية أو إشي العلاقة بأدوية دورية مثلاً تهتموا فيها برضو وما تهملوها أما بالنسبة للبيت السابع فترغبوا في تدعيم شراكاتكم فترة مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف آخر أهم إشي إنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة أهم إشي إنك ما تتسرع في اتخاذ القرارات أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريباً كما هي يعني روتينية على مستوى الأموال المشتركة ما في أي شيء جديد يعني بتعالج مسائلك المالية أو اهتماماتك المالية بشكل روتيني ممكن يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى بنك أو مراجعات أو فواتير أو مطالبات مالية وهذا روتيني أما بالنسبة للبيت التاسع فحتى اتصالاتك الخارجية روتينية يعني ما فيها الإشي هذا ممكن يجيك اتصال بشكل مفاجئ أو يكون لك اهتمام مفاجئ بأشخاص مقيمين خارج البلاد أو أجانب عنك أو ممكن مسألة إلها علاقة بامتحان أو أمور إلها علاقة بتنقلات وهاي بتحلها بشكل روتيني على حسب قدراتك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة شيئاً ما يعني بتقدر تعزز وتدافع عن سمعتك وممكن تظهر لك بعض الأشياء إلها علاقة بالتعاون ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل بشكل جيد ولكن ابتعد عن الحدية والعصبية والتدخل بشؤون الغير أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم تنشط بأمور إلها علاقة بالنشاطات الاجتماعية ممكن لقاء حوار دعوة لحضور حفلة أو مناسبة مناسبات اجتماعية زيارة مجاملة أشياء من هذا النوع اليوم عندك رح تكون نشاط عالي أما بالنسبة لبيتك 12 فهنا بنقول لك بيت المتاعب يعني بدك تراقبه بشكل جيد بدك تحذر وخصوصا من الأشياء اللي بتظهر بشكل مفاجئ أعداء مخفيين بظهروا على الساحة فجأة أمور العلاقة بالأعمال بتظهر بشكل مفاجئ وبتكون عبئ عليك وبرضو أمور على الوضع الصحي عشان هيك قلنا إنه ما تستهين بأي شيء له علاقة بالوضع الصحي وحاول إنك تستشير طبيبك برج الحوت طبعا بالنسبة للقمر بما إنه انتقل الآن وصار مستقر في البيت السادس فعشان هيك بدك تحذروا من أشياء لها علاقة بالعمل والصحة خلال فترة اليوم تحديدا بدك تراقبوا أعمالك ما تخلوها تتراكم إنجزوها بوقتها وبرضو راقبوا وضعك الصحي يعني ما تقصر وما تيأس وبرضو ممكن يصير أشياء إيجابية وتساعدك وتدعمك لأنه يعني الشمس وعطارد والقمر وزوايا إيجابية فهذا يعني ممكن يحدث بعض المفاجآت أو التغييرات الإيجابية على المستوى الصحي أو على مستوى العمل برضو نفسيتك أحسن في تشاؤمية من بعض النقاط ولكن إجمالا أنت مرتاح أما بالنسبة للبيت الثاني فمنقول إنه الأجواء تقريبا ممكن تفتح بعض المسائل المالية خلال هذا النهار أو الاهتمامات المالية ممكن مطالبات ممكن أمور إلها علاقة بتحقيق بعض الغايات أو بعض المكاسب ممكن تيجيك المكاسب هاي من عمل إضافي أو هبات مساعدات نوع من أنواع الدعم يعني تقريبا فيه أشياء إيجابية وبتدعمك على المستوى المالي ولكن أهم إيشي إنك تقلل من مصاريفك اللي بتيجي بشكل مفاجئ وبعد مرات بتيجي أكبر من الإشي الداخل عليك يعني أنت إجيك لنفترض إجيك مئة دولار بمصاريفك بتيجي مئة وعشرة دولار فعشان هيك بتكون تنتبهوا على النقطة هاي أما بالنسبة للأمور اللي إلها علاقة بالبيت الثالث يعني الأجواء تقريبا بتجيب لك أشياء مفاجئة إما لقاءات مفاجئة أو اتصالات مفاجئة أو حوارات مفاجئة أو امتحانات مفاجئة يعني المفاجئات كثيرة في حياتك خلال الفترة هاي ولكن حاول قدر الإمكان تكون منتبه لأنه أغلبها رح يكون فيها مش أشياء جيدة خصوصا على مستوى البيت الثالث حوادث أعطال سيارة أعطال تليفون امتحانات مقابلات مناقشات هذولة بدك تكون منتبه منهم لأنه هذولة هم اللي بيظهروا بشكل مفاجئ بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت مسيطرة عليها الأجواء الروتينية إيجابية ما فيه أي شيء سلبي تقريبا الوضع هادي أو مسيطر عليه ما فيه أي تطورات مقلقة بالنسبة للوضع البيت ممكن أشياء روتينية زي أعطال وتصليح وترميم واجتماعات أو لقاءات عائلية بتكون بشكل روتيني أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء جيد جدا خلال هذا النهار وعندك رغبة للتواصل مع الأحبة أو مع الحبيب أو مساعدته في مسألة معينة أو الاهتمام بقضية بتتعلق بأحد الأحبة أو أحد الأبناء أحد الوالدين ممارسة هواية أو أمور إلها علاقة بالتجميل أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا اليوم ببدأ العمل بتراكم عندكم تدريجيا إنجزوا فقط ما بوسعكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذاءكم وراحتكم ما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون أكثر تنظيما وأحسن إدارة وقتك اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي خذ قسط كافي من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا روتينية على طريقة التعامل ما بينكم وبين الشركاء صحيح إن الأجواء حادة شوي بطريقة التعامل ما بينكم ولكن إنه جمالا الجو روتيني حاول بس تبعدوا عن الحدية طريقة التعامل ما بينكم كأزواج بتكون جيدة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا ممكن تظهر لك بعض المسائل المالية المشتركة أو الاهتمامات بوضع مالي معين إلو علاقة بقرض إلو علاقة بتسوية بسداد إلو علاقة بأموال الزوج أو الزوجة إلو علاقة بمصاريف بتيجي بشكل مفاجئ إلو علاقة بالبيت أو العائلة أو بالوضع الصحي أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا ممكن اليوم يجيك اتصال أو خبر أو موضوع إلو علاقة بخارج البلاد أو الاهتمام بموضوع إلو علاقة بأشخاص أجانب أو إلو علاقة بأشخاص بيشتغلوا في المجال التعليمي أو معلمين مثلا مدرسين بيشتغلوا في مجال الاستراد والتصدير ممكن يكون لكم الاهتمام في هدول الأشخاص أو يجيكم خبر من أحد هدول الأشخاص أهم شيء أنك تتعاطى مع الموضوع باهتمام عالي لأنه ممكن تحققوا إنجازات أو اتفاقية ما بينكم وبينهم بشكل جيد أهم شيء أنه برضو ما تغامروا في تنقلاتك وتحركاتك حاولوا وتنتبهوا على الشوارع المفتوحة أما بالنسبة للبيت العاشر فما في أي مشاكل على مستوى بيت السمعة لأجواء جيدة ودعميتك بتعزز من علاقاتك ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل وبرضو بكون لكم بعض الاهتمامات على مستوى عمل جديد أو تقديم لعمل أو فرصة لطرح عمل عليكم أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا ضاغطة على مستوى العلاقات الاجتماعية إما أنك بتنشط بزيارات أو علاقات اجتماعية أو حوارات أو ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بمناسبة يتوجه لك دعوة لحضور مناسبة مثلا أو حفلة أو لقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنها جيدة على مستوى بيت المتاعب ما في أي مخاوف فعشان هيك ممكن أنكم تعززوا مكانتكم بالعمل تنجزوا أعمالكم وعندكم رغبة على إنجازها وفي منكم رح يهتم ببعض الشؤون الصحية أو مراجعات طبية أو أدوية ولكن أهم إش أنك ما تتوسوس وما تكبر الأمور أصبر شوي والأمور إن شاء الله بتصير لصالحك وبصير في إيجابية على المسألتين هدول برضو بتحمل الفترة هاي برضو قلق على صحة أحد الأحبة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء